المحاكمة الثالثة للرئيس السابق دونالد ترامب في غضون شهور قليلة هذه المرة اتهامات خاصة بأحداث السادس من يناير عام 2021 أو أحداث اقتحام الكابيتول أو مبنى الكونجرس الأمريكي حيث حملت وزارة العدل والمحاقق الخاص في هذه القضية جاك سميث حمل الرئيس السابق دونالد ترامب مسؤولية كل ما حدث في ذلك اليوم نتيجة ما وصفه سميث بأنها أكاذيب كان يرددها دائما دونالد ترامب بخصوص انتخابات 2020 أدت إلى أحداث اقتحام الكابيتول في السادس من يناير عام 2021 ده ما اقتحم أنصار ترامب كما شهدنا جميعا مبنى الكابيتول وأتلف بعض الممتلكات في داخله كما أيضا قتل بعض الأشخاص في هذه الأحداث المحقق الخاص جاك سميث قال أيضا أن الرئيس السابق دونالد ترامب مدعو للمثول أمام المحكمة ويبدو أنها ستكون محاكمة سريعة جدا رغم أن التحقيق استغرق أكثر من عامين ونصف وذلك بعد انتهاء عمل لجنة السادس من يناير كان هذا هو اسم اللجنة التي شكلت فيه الكونجرس الأمريكي للنظر في أحداث الكابيتول أحداث السادس من يناير عام 2021 وأوسط بتوجيه أربع تهم وبالفعل وزارة العدل والمحقق جاك سميث أخذوا هذه التهم الأربعة في الاعتبار وبدأوا يحققوا فيها وهي التهم ستوجه لدونالد ترامب والتي من بينها التآمر على الدولة الأمريكية نشر الأخبار الكاذبة التحريض على العصيان وأيضا محاولة عرقلة عملية ديمقراطية هذه التهم الأربعة تهم في غاية الخطورة قد تطيح بالمستقبل السياسي للرئيس السابق دونالد ترامب الذي يسعى ليكون مرشحا عن الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2024 ليس ذلك فحسب ولكن هذه التهم أيضا قد تكون عقوبتها بعشرات الأعوام من السجن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر